هذا وقد رصدت كاميرا التلفزيون المصري في عدد من المحافظات أراء وتوقعات اليمهير حول مباراة المنتخب الوطني ونظره السنغالي في إياب الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 كلنا مترقبين بإذن الله تعالى إن شاء الله أن النتيجة تكون أحسن بإذن الله حتى لو 1-0 بإذن الله يعني هو التوقعاتنا تمنيات إن شاء الله أتمنى فوز المنتخب المصري 1-0 إن شاء الله والذي يجيب الهدف إن شاء الله محمد صلاح نتوقع إن شاء الله فوز المنتخب المصري على منتخب السنغال 2-0 وإن شاء الله توقع يعني صلاح يعني يجيب جول أفشا يجيب جول أداء المنتخب كان أكتر من رائع في الماتش اللي فات نتوقع بإذن الله فوز المنتخب المصري على المنتخب السنغال 2-0 بإذن الله وزي ما كسبناه مع مقاردنا نكسب على أردن بإذن الله ونتوقع الجمهور المصري يتوقع من محمد صلاح إن كود المنتخب يلفوز ونتوقع إن شاء الله فوز منتخب مصر 2-1 في السنغال وهيحرز الأهداف كابتن محمد صلاح وكابتن مصفا محمد وإن شاء الله هيبقى المرة الثانية على التوالي في الصعود وهيبقى الرابعة في تاريخنا إن شاء الله في مصر ومصر في اليوم ده هيبقى يوم عالمي بالنسبة للمصريين وهتبقى فرحة كبيرة توقع في المطش إن شاء الله مصر تكسب السنغال بنتيجة كويسة نقدر نصعد ونقدر حتى المطش اللي عندهم هناك نعمل نتيجة إيجابية وإن شاء الله الفوز لمصر وأنا أتمنى الفوز لمصر تمنيتنا طبعا للفر crater الصفاءة المصري إن شاء الله بالتوفيق في المؤبرات العودة اللي هي سنغال وإن شاء الله يكون مباراة جايدة للمتخب المصري وطبعا توقعاتنا إن شاء الله بإذن الله لهذه المباراة التعادل السلبي وإن شاء الله الصعود إلى كأس العلم في قطر بإذن الله بإذن الله مصر هنواردة تكسب ونحقق الفوز ونصعد لكأس العالم وبإذن الله محمد صلاحي جيب جول وبالتوفيق لكل الجمهير المصرية إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله منتخب مصر النهاردة يفرحنا الشعب دوت محتاج يفرح ودخلين على أيام كريمة فإن شاء الله بإذن الله لعبة دي لعبة رجالة ويقدوا مطش كويس ومطش قوي ويشرفونا إن شاء الله النهاردة عشان يروحوا كاس العالم ويشرفونا برضو هناك أنا بتمنى الفوز لمنتخبنا الوطني وإن شاء الله نزهر بمستوى قوي جدا ونلعب بنزعة هجومية إن شاء الله وأبطال مصر إن شاء الله يشرفونا إن شاء الله ونبقى بمسل مصر في قطر 2022 متوقعين مباراة قوية جدا بإذن الله مع السنغال في مبارات العودة الحمد لله تقريبا قطعنا 50% من الشوت وهو الفوز على السنغال في مبارات الزهاب هنا في مصر 1-0 كنا رجالة كان عندنا لعبة قوية جدا كان عندنا فكر كويس جدا كان عندنا لعبة جداد نضم المنتخب أدوا أداء كويس إن شاء الله طبعا المصر إن شاء الله بإذن الله ومنتخب يكون في المنديل بإذن الله إن شاء الله المنتخب بالروح والرجول إن شاء الله نكسب النهاردة إن شاء الله المتوقعات 2-0 بإذن الله